خليني اقول لحضراتكم انه فيه برضو من ضمن الحاجات المعرفش هي لطيفة ومش لطيفة يعني حاجات عفوية ومش عفوية لما القوم اللي التغذية الصفحة على الرسالة بتاعته المعرض القوم اللي التغذية بيتكلم على الاكل والشرب والغذاء وغيره لكن حاطت على صفحته يعني بداء الغذائية غنية بالبروتين وبقول اهو يعني المعرض القوم بيقول بتدور على بداء الغذائية تكون غنية بالبروتين وفي نفس الوقت توفر ميزانيتك يوجد الكثير من الاكلات المعروفة على المستوى الشعبي وتباع في الاسواق منها ارجل الدجاج والكشر والكوارع ومش عرف ايه يعني طبعا الناس في المعهد بيتكلموا الناس بيتكلموا بيتكلموا كده ايه يعني بيحطوا الحاجات بشكل علمي ارجل الفراغ بالمصادر طبعا لقيت مواقع وصعف واخدينها وشغالين اه سلام المعهد القوم للتغذية يبرز اهمية تناول ارجل الدجاج ده الشروق مثلا وغيره 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 هات فيه تاني يا برايب اهو ومصرا قوم للتغذية عن ارجل الدجاج غنية بالبروتين والكولاجين توفر في الميزانية وغيره وغيره فيه تاني يا برايب عندك هات 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 اهو 24 بعد ارتفاع اسعار الدجاج 10 فوائد لارجل الفراغ غيره يا برايب غيره يا حبيب اهو برضه بعد ارتفاع اسعار الفراغ القومي للتغذية ارجل الفراغ ازاي ده ربط من ارتفاع اسعار الفراغ وكلام القومي للتغذية خلينا اقول يعني ما يجول في السطر الان اللي بيحصل من معهد القومي للتغذية واللي بيحصل من هدي المواقع المحترمة فيه غير محل لانه ده هيصدر صورة برا هتلاقي بالليل ناس بحتالي من برا مصر يقول لك هو انت وصلته خلاص نشفت الحكاية ما عندكش غير رجل الفراغ وده مش حقيقة يا جماعة وده مش حقيقة يعني يعني فكرة ان انا ابدأ اصدر للناس ان احنا خلاص وصلنا مرحلة رجل الفراغ هي المصدر الاساسي للبروتين يعني انا لست سعيدا بهذا التناول ولست سعيدا بهذا الطرح وارى انه احنا بنقصه على انفسنا بشكل كده السوق فيه مشكلة الاسعار فيها مشكلة لكن الدولة شغالة الحكومة بتتحرك تتفق تختلف تحب تكره الناس دي ناس وطنية بتتعم لكن مش شرط انه يعجبوك وبقول تاني مش شرط انه كلنا نتفق على شيء ممكن نكون فيه رأي ورأي اخر والحكومات كلها معمولة او كلها موجودة عشان تشتغل تصيبها تخطئ ولما تخطئ بيتم التعامل معها بما يعني يعني يستوجبوا هذا الخطأ بالتالي احنا لا نسبق على الحكومة ان هي ملائكة لا يخطئون ولا نقدر نقول ان هما يعني شغالين خارج الاطار لقى فيه محاولات في ظل ظروف خانقة ظروف خانقة على المستوى الجمعي العام في العالم كله فيه ازمة فيه قلق فيه فيه ترقب فيه لا يقين اقروا شفتوا الدول كلها بتعمل ايه واللي بيحصل في الدول ايه اشتركوا في القناة